مستجدات خطيرة بخصوص القضية الأخت المغنية والزوج ديالها وعلاقتهما بالحساب والمتورطة فيه واللي هو الحساب سالي برانسيس المفاجأة إخوان إخواتي هو خروج إماراتي ولقدم شهادة دياله حول صاحبة الحساب سالي برانسيس واللي هو شابه بالحساب حمزة مون بيبي وللاكيد بطبيعة الحال أن الأخت المغنية أو الغربال والزوج ديالها اللي كان عنده الدور الكبير في فتح هذا الحساب معطيات هي جد خطيرة إخواني أخواتي اللي غيرتم الكشف عنها في هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وأنتم ما كتبعوا هذا الفيديو ما تنسوناش بالتعاليق ديالكم إخواني أخواتي اللايكات والبرتاج والناس جداد لمازال ما تشاركوش في هذا القناة المتواضع رجال شاركو بش دائما توصلوا بما هو جديد إخواني أخواتي الغربال أو الأخت المغنية والزوج ديالها اللي هم اليوم أمام واحد أخطر قضية بما يعرف بالحساب حساب سالي برانسيس واللي هو شابه به هذا الحساب ديال حمزة مون بيبي واللي تعتقلت بسببه المغنية الآن بسجن الوداية واللي كيعود إنشاؤه والفتح دياله قبل سنة من الآن من طرف الأخت المغنية والزوج دياله والغرض منه هو الابتزاز وتشهير على الطريقة ديال حمزة مون بيبي خصوصا وأن الأخت المغنية أو الغربال اللي عندها تشربة طويلة جدا مع الأخت دياله المغنية وكانوا كيحصلوا على أموال كتيرة نظير الابتزاز وتشهير كموقع مجموعة أم الفناني بما فيهم ويقام الدحماني الله رحمه إخواني إخواني إخواتي هذه القضية ديال ويقام الدحماني لمازال ما تتمش طيء الملف دياله خصوصا وأنه بنت معطيات اللي هي جد خطيرة جدا خصوصا وأن الوفاة اللي كانت فيها واحد شبهة وحتى المتورطين في هذا الملف يعني اللي لازم أن السلطة الأمنية تم بفتح تحقيق مرة أخرى خصوصا وأن العائلة ديال ويقام الدحماني أراهم كي يطالبوا لطالما يعني كثير من الأحيان والمناسبات كي يطالبوا سواء السلطات الإماراتية أو المغربية بفتح واحد تحقيق جديد خصوصا وأن هاد الناس بسبب هاد الحساب ديال حمزة مومبيبي واللي يغتنوا منه ويحصلوا على مبالغ مالية كثيرة جدا يعني من وراء ويقام الدحماني الله رحمه الله رحمه الله رحمه لي بطابة الحال هو مشاريع وهت الشيء كامل اللي كان شوفوه عند هاد العصابة الحمزاوية خصوصا غلامور وكذلك بعض الناس يهم هادي المتهمي اللي دوزوا العقوبة ذي لهم في السجن حتى هوا ما راء يعني تحصلوا على مبالغ مالية وحتى هاد المغنية هي رأس الحربة فيعلا رأس الحربة وكذلك الاخت ديالها وهذا الشيء الذي يشجع فعلا هذا الأفعال المتكررة هو الحكم الذي كانت تصدر في حق الغربال والذي كان صراحة غير كافي جدا للردع يعني هذا السيدة كان الحكم قاسي جدا فما تمشي يعني سيكون حساب آخر هي وزوجها وهذا الشيء كان في حد سرية تامة كانوا يقولوا أن هذا الحساب لم يحصلون حتى شيء واحد ما يعيق بهم ولكن كما يقولوا إن الله يمهل ولا يهمل فهم تفضحوا وبفضل السيدة وحفا السيدة وحفا الذي كان حييه وما ندمن بر إخوان إخوان إخواتي لكم عارفين هذا السيد يعني مستقيا هذا السيد ركيجي معلومات كلها دلائل وبكل الوطائق يعني دامغة حتى الأخبار التي تصلوا من المغرب حتى الولايات المتحدة الأمريكية فهو أكيد عندو ناس اللي كي يجيبوا له الخبار يعني صادقة فعلا صادقة حتى الأحكام اللي كانت يعني ربما كتكون مسبقة بخصوص هذ المجرمين وحتى أن الاعتقالات والشكايات واش تفعلت ولم تفعلتها رفوه كوشي كي يكون في خباره فاحتى الناس اللي كانوا تيظنوا أن السيدة في الدخول للمغرب حتى يتم الاعتقال ذلك فلا شيء من هذا القبيل إخواني أخواتي لا شيء من هذا القبيل فهذه كلها إشاعات فالسيد يعني أكيد أنه يعني ما عنده تشي الشيكاية ضده واحتى ذلك الشيكاية اللي كيرفعوها ضده من طرف هذ المغنية والعائلة دياله بخصوص أنه في اللحظة يدخل المغرب وغيت تم الاعتقال دياله فوش حمر ردخل وكي يزور الأم دياله أمي الزمورية في الجديدة يعني كيمشي يزورها ومع ذلك يعني ما يكون الاعتقال لا حتى شيء حاجة لأن القضاء عارفوا كثيرا سلطة الأمنية عارفوا كثيرا السيد يعني ما عنده حتى شيء تهمة ملفقة هو هو لضحية الحساب حمزة مومبي كيف يعقل أن العصابة الحمزة مومبي غير رفع الشيكاية ضد ضحية هذا الحساب على أيين اليوم إخواني إخواتي مقابل أننا تضمنا واحد العجب وواحد الخبر اللي هو العجب العجب صراحة العجب العجب نقدر نتابره يعني واحد مظاهرة اللي كانت أمام يعني محكمة تضامنا مع المغنية علاش وكيفاش هاتشي إخواني إخواتي مباشي يدخل الطماغ هاتشي كامل من أجل تخفيف الحكم دياله أو اطلاق صراح دياله المغنية في هات الشهر الكريم فبعض الناس اللي يقولوا أنها تدير الخير وأنها تفرق من القفة في شهر رمضان ونزيد ونزيد سيدا يعني هاتش تدير الخير بهذا المعنى فعلى حسب نظري بعض معلومات وحتى بعض الفيديوهات اللي كانوا تطرقوا لمجموع من اليوتيوبهات بخصوص هذه المغنية كيف يعقل أنها يعني الخادمة لها أو العساس ديالها اللي كانوا شكوا لدى السلطات أنهم خرجوا وأكدوا بأن أمرهم حتى ذاك المانضة الشهرية يعني ما خداوهاش السيدة كالتهم في الشهرية ديالهم فكيف يعقل أن هاتشي خرجوا ودروا هاتتظاهرة يعني تضامنا مع هاتتسيدة فعلى أين هاتشي غير كلام ما زي ما مأكدين منه هواش هاتك تظاهرة كتخص المغنية أو لا كتخص شي حاجة أخرى فهاتشي اللي غنعرفوه في الأيام قليلة القادمة فعلى أين المغنية اليوم اللي داخل السجن الوداية ولي كتعيش الأجواء لرمضانية مع السجينات وهي رشوية في وقت تولف خصوة أنه في الأيام الماضية كانت مولفاش خصوة أنه كانت في أحد الأجواء واحد البيئة يعني مغايرة لهذه البيئة يعني للسجن الوداية فحتى الضضامن بعض الناس يعني النزلات يعني مع هاتسيدة بشتولف وحتى أنهم فعند يوم كما هو معلوم إخوان إخوان إخواتي كانت رحت الزيارة للعائلة المغنية بمثال أم ديالها الأخذ ديالها وكذلك البنات ديالها ويحاولوا أنهم ينسوها وتضامنوا معها في هذه المحنة حتى الأخذ ديالها يعني تشربة ديالها يعني داخل السجن الوداية وعطتها مع المعلومات باش تفادى بعض النزلات التي كانوا لها هداوة سواء المغنية أو العائلة المغنية فعلى أين؟ المغنية اللي اليوم يعني دوذات الأجواء عادية وهذا الأسبوع الرابع يعني داخل السجن الوداية وربما يعني هذا شيء يساعدها يعني باش تولف خصوانا بعض الناس والنزلات اللي هم داخل السجن الوداية يعطوها كل ما هو يعني اللي يزيد